موسيقى موسيقى السلام عليكم وعزائنا مشاهدي فضائية العراق التربوية وطلبتنا طلبة الصف الثاني المتوسط أهلا وسهلا بكم في حملتنا حملة التلفزيون التربوي مدرستي من ضمن فضائية العراق التربوية نتمنى لكم الخير والصحة والسلامة وكذلك نتمنى لكم النجاح والتفوق في امتحاناتكم الآن امتحانات نصف السنة سنكون معكم بمراجعة شاملة عن مواد الجزء الأول لأربعة فصول وسيكون معي المشرف العلمي الاختصاصي لماذا تلرياضيات استاذ عبدالله عمر فلنرحب به جميعا أهلا وسهلا بك استاذ عبدالله أهلا وسهلا بك استاذ سماح بارك الله فيك السلام عليكم طلبة العزاء طلبة الصف الثاني المتوسط مثل ما تفضل استاذ سماح المحترم حضر لكم وهيئ لكم نموذج افتراضي لأسئلة تحاكي الأسئلة التي تأتيكم في الامتحانات يعني هي افتراضية هياها لمختلف المواضيع ولمختلف الفصول وضمن التكيف الذي اعتمد من الوزارة هي تمثل مراجعة لكم يمكن الاستفادة منها ولكن أؤكد على ملحوظة بسيطة لمن لم يلتحق بنا بسبب الامتحان أو بسبب ظرف ما ممكن الاستفادة من البث عند إعادته تفضل استاذ سماح عيني تفضل عيني استاذ سماح أسئلة شاملة للجزء الأول لكتابكم وضمن المنهج المكيف أسئلة شاملة لكل الفصول الأربعة ومن ضمن الجزء الأول هذه هي الأسئلة شاملة لكل المواد نلاحظ ما هو أول سؤال أول سؤال الأول سؤال الأول فرعي استعمل ترتيب العمليات على الأعداد النسبية لتكتب المقدار النسبي الآتي بأبساط صورة هذا هو موضوع ترتيب العمليات على الأعداد النسبية ما هو هذا المقدار عزائي الطلبة هو سالب 2 على 5 في 15 على سالب 6 زائد 1 على 3 في 12 على 5 هنا عزائي الطلبة حسب ترتيب العمليات هنا لدي عملية ضرب وهنا عملية جمع وهنا عملية ضرب الآن حسب الأولوية الأولوية تكون لعمليات الضرب سوف أجد نواتجها نلاحظ أن في القوس الأول يوجد اختصار وهو بين الخمسة بها واحد والخمسة بها ثلاثة وكذلك بين السالب 2 سالب 1 والسالب 2 هو سالب 3 وكذلك بين 3 بها واحد والسالب 3 تقسيم 3 سالب 1 هنا أيضا يوجد اختصار بين 3 وبين 12 3 بها واحد و 12 بها أربعة الآن نضرب البسط المتبقي في البسط المتبقي سالب 1 في 1 والمقام المتبقي 1 في سالب 1 فيكون سالب 1 على سالب 1 وهو نفسه 1 على 1 أو تستطيع كتابته 1 لا يوجد أي إشكال زائد القوس الآخر أيضا نضرب البسط المتبقي في البسط المتبقي 1 في 4 ويساوي 4 و1 في 5 ويساوي 5 أوجدت نواتج عمليات الضرب لأن الأولوية للضرب حسب ترتيب العمليات أوجدت نواتجهم القوس الأول ناتجه 1 القوس الآخر ناتجه 4 على 5 والآن سوف أجري عملية الجميع هنا المقامات غير المتواحدة سوف نقوم بعملية توحيد المقامات سمح عفوا توضيح فقط نعم سمح عند الاختصار إما يكون الاختصار سالب 2 مع الستة على سالب 2 يعني القسم على سالب 2 فالبواقي راح تكون واحد بواحد أو على الاثنين وراح تكون الباقي سالب 1 نعم سالب 1 بسالب 1 نعم سالب 2 فيتبقى 1 على 1 الآن توحيد المقامات وهي على الخمسة واضحة هذه وسهلة المقام الجديد تقسيم المقام القديم في الباست 5 تقسيم 1 5 في 1 ويساوي 5 5 تقسيم 5 1 في 4 4 نلاحظ هنا المقامات تشابهت وتساوت وهي 5 نجبع البصود 5 زائد 4 ويساوي 5 زائد 4 9 على 5 هذا هو ناتج المقدار النسب الآتي حسب ترتيب العمليات هذا هو سؤال الأول فرعي سؤال الثاني فرع بي يقول عزيز الطالب قارن بين الأعداد الحقيقية مستعملا الرموز هذا رمز الأكبر وهذا رمز الأصغر وهذا رمز يساوي ثلاثة رموز إجراء مقارنة العدد الأول هو جذر ثلاثة العدد الحقيقي الأول والعدد الحقيقي الثاني وهو ثلاثة واحد على ثلاثة الجذر ثلاثة ما هو موقفها ما هي مقارنتها مع ثلاثة واحدة ثلاثة هل هي أصغر هل هي أكبر هل هي تساوي الجذر الثلاثة عزيزي الطالب باستخدام الحاسبة الإلكترونية يكون ناتجها 1.7 3.050 إلى المالة نهاية بشكل تقريب نعم بشكل تقريب نعم عزيزي الطالب والثلاثة واحد على ثلاثة كي نحوله إلى عدد عشري في البداية نتخلص من العدد الصحيح ثلاثة في ثلاثة تسعة زائد واحد يساوي عشرة عشرة على ثلاثة وبالقسمة الطويلة أو باستخدام الحاسبة يكون الناتج 3.333 إلى المالة نهاية عدد عشري دوري إذا لاحظ إيزي الطالب العدد الأول واحد والعدد الثاني هو ثلاثة بوينت إذن العدد الأول هو أصغر من العدد الثاني إذا لاحظ إيزي الطالب جذر ثلاثة أصغر من ثلاثة جذر ثلاثة قد يسأل طالب ماذا لو تساوت هذه الأعداد الصحيحة؟ سوف أجيبك عزي الطالب نذهب إلى أول مرتبة عشرية بعد الفارزة ونقارن بها وقد يسأل طالب آخر وماذا لو تساوت هذه المرتبة العشرية؟ ننتقل إلى المرتبة العشرية الثانية بعد الفارزة وهكذا نستطيع المقارنة بين هذه الأعداد العشرية استاذ سمح توضيح بسيط إحنا وضحناه في الدرس السابق للأول لفظت الرموز الأكبر والأصغر توضيح بسيط ليش؟ لأننا نحل بالإنجليزي وليس بالعربي توضيح بسيط لهذه الرموز نعم هنا علامة أكبر لا نقرأه أصغر من هذا الاتجاه لأن رموزنا باللغة الإنجليزية أبو الابتدائي قد يقرأه باللغة الإنجليزية نعم فحتي نقرأه من هذا الاتجاه وتعود عليها من الصف الأول إذن هذه هي أكبر لأن نحن نقرأ بهذا الاتجاه رموزنا رموز الرياضيات باللغة الإنجليزية الرموز والأرقام هذه رمز الأصغر وهذا هو رمز ليس شكراً لسالة عبدالله الآن أعزائي طلب السؤال C من سؤال الأول فرع C نعتقد هذه مسألة الحياتية من ضمن المنهج المكيف في إحدى محال الأجهزة الكهربائية بيعت في شهر آذار أجهزة الغسالات بمبلغ هذا هو المبلغ بشكل مقدار جبري اللي هو جذر 2X تكعيب زائد نصف YZ زائد خمسة دينار وأجهزة التبريد بمبلغ أيضاً بشكل مقدار جبري وهو جذر 2X تكعيب زائد أربعة YZ زائد ثمانية ما مجموع المبيعات للمحل في شهر آذار مجموع مبيعات الغسالات ومبيعات أجهزة التبريد هو يقول ما مجموع إذن واضحة أن العملية هي عملية جمع المبلغين كل مبلغ معبر عنه بشكل مقدار جبري لاحظة يزر الطالب نقوم بعملية الجمع هذه هي عملية الجمع بين المقدارين ماذا نقوم الآن عزيز الطالب الآن نقوم بعملية تجميع أحسن تجميع الحدود بجعل كل حد جبري مع الذي يشبهه الذي أخذته في مرحلة سابقة الحدود الجبرية المتشابهة هي التي فقط نستطيع جمعها وطرحها ما هي الحدود الجبرية أستاذ؟ ذكرنا بها الحدود الجبرية هي الحدود الجبرية المتشابهة هي الحدود التي لها نفس القسم الرمزي أي لها نفس المتغير لاحظة عزيز الطالب هنا أكس تكعيب هنا أكس تكعيب سوف أقوم بعملية التجميع بشكل قوس أجمع بشكل قوس جذر 2 أكس تكعيب مع جذر 2 أكس تكعيب وكذلك نصف ويزت مع أربعة ويزت والعدد واضحة مع هذا العدد لاحظة عزيز الطالب كيف قمت بعملية التجميع كما وضحت جمعت الحدود الجبرية المتشابهة كلا بقوس لكي أستطيع جمعها لأن موضوع سابق أخذناه إنه موضوع سابق في الأول كيف نجمع ونطرح الحدود الجبرية المتشابهة الآن في الصف الثاني كيف نجمع ونطرح المقادير الجبرية المقادير الجبرية بهذه الطريقة الآن أستطيع جمعهما وذلك بجمع المعاملات فقط القسم الرمزي يبقى كما هو وكذلك القوس الآخر الوايزة يبقى كما هو نجمع النصف زاعد أربعة والخمسة زاعد ثمانية أيضا واضحة لاحظ عيز الطالب جذر اثنيا زاعد جذر اثنيا ويساوينا اثنيا جذر اثنيا المتغير يبقى كما هو هنا الوايزة القسم الرمزي بقى كما هو جمعنا نصف زاعد أربعة ناتج جمعهم بعد توحيد المقامات وهو تسعة على اثنية خمسة زاعد ثمانية ويساوي ثلاثة عشر أيضا أنتج لدينا مقدار جبري هذا هو بالدينار أستاذ عبد الله هذا بالدينار نعم مجموع ما بيع في هذا المحل في شهر آذار من مبيعات الغسالات ومبيعات أجهزة التبريد الآن سؤال الثاني فرعي حل المعادلة التالية باستعمال الضرب والقسمة وتحقق من صحة الحل الجذر التكعيب لثمانية وي تقسيم مطلق السالب ستة يساوي أنه ثلاثة تربيع نلاحظ عزي الطالب هنا يطلب حل المعادلة يعني إيجاد قيمة المتغير وي والتحقق من صحة الحل هنا أجد ناتج جذر التكعيب لثمانية اثنين وأتخلص من هذا المطلق مطلق السالب ستة ستة وهذا الأس أيضا أنتخلص منه ثلاثة تربيع هو ثلاثة في ثلاثة تسعة لاحظ عزي الطالب لاحظ أنه الواي تكعيب هي ثنين ومطلق السالب ستة ستة وثلاثة تربيع تسعة لكي تصبح بشكل سهل وبسيطة الآن أتخلص من التقسيم ستة بإجراء الخطوة الواحدة وهو انتقالها إلى ذلك الطرف بعملية ضرب يكون ثنين وي ساوي تسعة في ستة أجري عملية الضرب تسعة في ستة أربعة وخمسين أيضا بالخطوة الواحدة أو بقسمة الطرفين على اثنين يكون ناتج الاثنين مع اثنين والاثنين تختصر مع الاربعة وخمسين يكون الناتج هو قيمة واي تساوي سبعة وعشرين هذا بها واحد وهذا سبعة وعشرين قيمة واي تساوي سبعة وعشرين قيمة حل هذه المعادلة هنا يطلب التحقق من صحة الحل التحقق هو أن أعوض بدل هذا المتغير بقيمتها التي نتجت وأعوضها وأجد ناتجها فهل ينتج الطرف الآخر الذي هو ثلاثة ربيع ويساوي تسعة نعم أعزاء الطلبة هذا هو التحقق وهذا هو الطرف الأيمن والطرف الأيسر الطرف الأيمن قمت بتعوير مستأشير نعم استاذ تأشير الواي السبعة وعشرين عوضناها فوق بالمعادلة نعم بالسبعة وعشرين لأن هذه هي الواي عوضت بدلها قيمتها وهي السبعة وعشرين بنفس الطريقة تجد نواة جدر التكعيبي والمطلق ولكن مع وجود السبعة وعشرين وليس مع وجود الواي وتجري عليها عمليات ترتيب العمليات ترتيب العمليات فيكون اثنيا في سبعة وعشرين تقسيم ستة يكون ناتجهم أربعة وخمسين تقسيم ستة ويساوي تسعة ما هو الطرف هو احنا بدأنا بالأيسر واستنتجنا الأيمن نعم فقط تصحيح هذا الطرف الأيسر الأيسر نعم نعم هذا هو الطرف الأيسر وأوجدنا الطرف الأيمن الأيمن نعم الطرف الأيمن هو ثلاثة تربيع ويساوي تسعة إذن الطرفين تساوت نعم إذن فعلا هذه هي قيمة واي الصحيحة قيمتها تساوي سبعة وعشرين هذا سؤال الثاني فرعي سؤال الثالث استعمل ترتيب العمليات استعمل ترتيب العمليات سؤال الثاني فرع بي ترتيب العمليات واحد على ثلاثة زائد ثلاثة والسالب اثنين ناقص سالب ثلاثة أس سالب ثلاثة لاحظ عزيزي الطالب هنا يجب أن أتخلص من الأس السالب ثلاثة والسالب اثنين سوف تنزل إلى المقام فتصبح واحد على ثلاثة تربية بدون سالب وكذلك السالب الثلاثة الكل السالب الثلاثة أيضا ننزلها إلى المقام ويتحول الأس إلى موجة لاحظ عزيزي الطالب هذه العملية التي أجريناها لاحظ أن هنا سالب ثلاثة القوس كله سالب ثلاثة نعم نزلت إلى المقام كما هي مع الإشارة السالبة الآن أجد نواتج ثلاثة تربيع تسعة والسالب ثلاثة تكعيب سالب سبعة وعشرين لاحظ عزيز الطالب هذه التسعة ناتجة من ثلاثة تربيع والسالب ثلاثة تكعيب سالب سبعة وعشرين وأستطيع جعل هذه الإشارة سالب بالتخلص من هذه السالب سالب السالب موجب أو بقلب الطرح إلى جمع وأنا أخذ النظير الجمعي الثاني فيكون الناتج واحد على ثلاثة زائد واحد على تسعة زائد واحد على سبعة وعشرين أصبحت لدي أعداد نسبية أستطيع جمعها ألاحظ المقامات المقامات لديه مقام تلاثة وتسعة وسبعة وعشرين واحد المقامات بإيجاد المضاعف المشترك الأصغر وهو السبعة أو عشرين سبعة وعشرين تقبل قسمة سبعة وعشرين وتقبل قسمة تسعة وتقبل قسمة على تلاثة لاحظ عزيزي الطالب هذا سبعة وعشرين هو المقام الجديد سبعة وعشرين تقسيم المقام الجديد تقسيم المقام القديم في البسط 27 تقسيم 3 9 في 1 9 27 تقسيم 9 ويساوينا 3 في البسط 3 و 27 تقسيم 27 1 في 1 1 تساوة المقامات والآن نقوم بجميع البسوط 9 زائد 3 12 زائد 1 13 على المقام المتشابه وهو 27 13 على 27 هو ناتج هذا المقدار حسب ترتيب العمليات سمحنا لابد أن نؤكد لطالبنا العزيز بأن ترتيب العمليات هو أساس عمل أي حاسبة يدوية حاسبة لابتوب آيباد فالقصد ترتيب العمليات هسا لو نريد أن نرتب العمليات أول ما ينفذ وين ما أكو قوس أول ما ينفذ ولو اتجهنا من اليسار إلى اليمين فصالب الثلاثة والصالب الثلاثة هي ستنفذ أولا وتنزل إلى الأسفل ثم تعود العملية من اليسار إلى اليمين واتخلص من الأسس أيضا من ضمن ترتيب العمليات أكيد نعم أعزاء الطالب هنا السؤال به شأف هنا به أيضا شفرعين أولا أكتب النظير الجمعي لعدد هو أعطانية أربعة جذر اثنين ناقص واحد والسؤال الآخر أكتب النظير الضربي للعدد الحقيقي ثلاثة جذر سبعة ناقص سبعة أذكرك عزيز الطالب أن النظير الجمعي هو نفس هذا العدد بعكس الإشارة الموجب يكون سالب والسالب يكون موجب ولكن أستاذ ماذا نعمل لو كان متكون من حدين من عددين حقيقيين ماذا نقوم بنفس الطريقة نبدل إشارات هذا العدد لاحظ عزيز الطالب أن النظير الجمعي للعدد أربعة جذر اثنين ناقص واحد نظيره سالب أربعة جذر اثنين والسالب واحد زائد واحد لو كانت بشكل حدين بشكل ثلاثة عداد أيضا نستبدل كل الإشارات هو هذا النظير الجمعي باستبدال كل الإشارات الموجودة لهذا العدد أربعة جذر اثنين ناقص واحد تكون سالب أربعة جذر اثنين زائد واحد ما هو النظير الضربي؟ النظير الضربي هو مقلوب هذا العدد ثلاثة واحد على ثلاثة خمسة واحد على خمسة واحد على سبعة مقلوبه سبعة لكن أستاذ ماذا لو كان هذا العدد متكون من عددين حقيقيين مثل ثلاثة جذر سبعة ناقصا سبعة بنفس الطريقة هو مقلوبه واحد على هذا العدد إذن النظير الضربي وهو واحد على ثلاثة جذر سبعة ناقصا سبعة هو هذا النظير الضربي لهذا العدد ننتقل إلى سؤال آخر سؤال الثالث أعزائي الطلبة سؤال الثالث جد ناتج الضرب ضرب حد جبري في مقدار جبري الحد جبري ثمانية R تكعيب V تربيع المقدار الجبري متكون من سالب مطلق سالب خمسة R تربيع V زائد 6R تربيع V تربيع لاحظ عيز الطالب هنا نقوم بعملية التوزيع نضرب الحد الجبري نوزعه على المقدار الجبري بعملية ضرب وأيضا نستفاد من خواص الأسس التي تعلمناها سابقا أذكرك بها عيز الطالب عند الضرب تجمع الأسس وعند القسمة تطرح الأسس عند الرفع تضرب الأسس ولكن عند الجمع تضرب الأسس وعند القسمة تطرح الأسس للأساسات المتشابهة للأساسات المتساوية كما واضح في هذا السؤال عزائي الطلبة في البدء عزائي طلبة قبل إجراء عملية التوزيع نتخلص من المطلق نتخلص من المطلق في يكون 8R تركيب في V تربيع نتخلص من المطلق 5R تربيع V مطلق السالب 5 5 زائد 6R تربيع V تربيع الآن أجري عملية التوزيع أضرب هذا كله حد واحد كله حد واحد أضربه بهذا أيضا يعتبر حد لوحده وكذلك أضرب هذا الحد في الحد الثاني من المقدار الجبري إذن عزيز الطالب 8R تركيب V تربيع V5R تربيع V الآن نضرب الرقم بالرقم ونضرب المتغير بالمتغير الذي يشبهه ونستخدم خاصية الأسس عند الضرب تجمع الأسس وكذلك الفي إذن الخمسة في أربعة ويساوين أربعين الـR تكعب في R تربيع ماذا تقول عزيز الطالب؟ ما هو ناتجهم عند الضرب تجمع الأسس؟ نعم أحسنت هي R5 عند الضرب تجمع الأسس والآن الفي تربيع في V الفي ليس فوقها عدد هنا واحد هنا واحد إن لم تجد عدد فوقها فهي واحد إذن R تربيع في V في تربيع في V عند الضرب تجمع الأسس هي V تكعيب زائد أيضاً الحد في الحد الثاني من المقدار خمسة في ستة ثمانية واربعين ثمانية في ستة ثمانية واربعين لديه الـR تكعيب في الـR تربيع أيضاً بنفس الطريقة هو R أس خمسة عند الضرب تجمع الأسس والV تربيع في الـV تربيع عند الضرب تجمع الأسس الـV أس أربعة هذا هو ناتج هذا الضرب ضرب حد جبري في مقدار جبري سؤال الثالث فرع أي؟ سؤال الثالث فرع بي حلل المقدار باستعمال الفرق بين مربعين هذا سؤال الفرق بين مربعين الفرق هو عملية الطرح وكميتين مربعتين سمي بالفرق بين مربعين ما هو تحليل هذا هو عزيزي طالب حسب القاعدة التي تعلمناها أربعة واربع ناقص تسعة يساوي وهو إرجاعها إلى أقواسها الأصلية تسمى هذه العملية العكسية بالتحليل التحليل أربعة واربع ناقص تسعة حسب القاعدة الجذر التربيع للأول وهو 2Y 2Y في 2Y 4Y تربيع إذن جذر 4Y تربيع 2Y 2Y نكتبهم 2Y 2Y الجذر التربيع للتسعة 3-3 فالإشارات مختلفة موجب سالب أو سالب موجب هذا هو ناتج تحليل هذا المقدار بطريقة الفرق بين مربعين لأن نحن تعلمنا سابقا عندما ضربنا هكذا أقواس متشابهة بعكس إشارة الحد الثاني يكون هو حاصل الفرق بين مربعيهما هذه العملية العكسية تسمى بعملية التحليل نفتح قوسين الجذر التربيع للأول الجذر التربيع للأول الجذر التربيع للثاني الجذر التربيع للثاني والإشارات مختلفة للحد الثاني طالب يكتب سالب ثلاثة موجب ثلاثة لا يوجد أي إشكال المهم تكون الإشارات للحد الثاني مختلفة ننتقل إلى سؤال آخر إذا طلبه أو فرع آخر وهو فرع سي بسط واكتب الناتج بوصفه قوة واحدة عشرة السالب سبعة في عشرة ستة الكل السالب ثلاثة لاحظ عيز الطالب يطلب هذا أكتبه بوصفه قوة واحدة فقط لدي هنا أكثر من قوة في هذا السؤال ولكن نحن أخذنا خواص الأسس ونستطيع الاستفادة منها ذكرتها قبل قليل عند الضرب تجمع الأسس عند القسمة تطع الأسس عند الرفع تضرب الأسس لاحظ عيز الطالب هنا الأساسات متساوية الآن أستطيع ضرب هذه الأعداد ضرب هذه الأسس عند الضرب تجمع الأسس هذا القوس السالب ثلاثة ينتظر ناتج القوس ينتظر ناتج داخل القوس عند الضرب تجمع الأسس الأساس هو عشرة سالب سبعة زائل ستة نأخذ شارط الكبير ونطرح عند الضرب تجمع الأسس على شرط الأساسات متساوية الآن حسب يا خاصية عزاء طلبة سوف أجد هذه أو أجد هذا الناتج عشرة السالب واحد الكل السالب ثلاثة هذه نستخدم لها خاصية الرفع عند الرفع تضرب الأسس ماذا تقصد بها عزاء أستاذ هذه الخاصية؟ أنه الأساس مرفوع إلى أس وفوقه أس آخر نضرب هذه الأسس إذن عند الرفع تضرب الأسس الأساس يبقى كما هو نضرب الأسس سالب واحد في سالب ثلاثة سالب في السالب موجب ثلاثة في واحد ثلاثة أو جدت ناتج هذا السؤال بشكل قوة واحدة وهي عشرة وستلافة هذا كان من ضمن موضوع الأسس الآن عزاء طلبة سؤال الرابع سؤال الرابع بسط الجملة العددية الآتية باستعمال الخصائص الخاصية الإبدالية والخاصية التجميعية والخاصية التوزيعية لهذه الجملة العددية التي هي ثلاثة في جذر اثناش هنا عملية ضرب ثلاثة في جذر اثناش ناقصا خمسة في جذر اثمانية في البداع عزيز الطالب علي إيجاد ناتج جذر اثناش وناتج جذر اثمانية لاحظ عزيز الطالب هذه الثلاثة ولا تنسى أن قلنا أن هنا هي عملية ضرب بين الثلاثة والجذر إذن هذا في في جذر اثناش كيف أجد ناتج جذر اثناش أما بالتجزئة من أين ناتج جذر اثناش ناتج من اربعة في ثلاثة وباستخدام التوزيع جذور جذر الاربعة اثنيا وجذر الثلاثة تبقى كما هي جذر ثلاثة اثنيا جذر ثلاثة لاحظ عزيز الطالب هذه هي اثناش استطيع تجزئتها من اربعة في ثلاثة وحسب خاصية التوزيع الجذر يتوزع على الضرب جذر الاربعة وهي اثنين وجذر ثلاثة كما هي إذن جذر اثناش يساوي انه اثنين جذر ثلاثة هل هناك طريقة أخرى سيد عبدالله هو هنا الفائدة من هذه السؤال استطيع استفادة من الخصاص نعم في انت مثل ما وضحت حضرتك لاثنعاش هي حللتها الحوامل هل هاتف أربعة أربعة في ثلاثة عزيز الطالب أربعة في ثلاثة هنا استطاع استطيع استطيع وزع الجذر على الأربعة وعلى الثلاثة أو بالتحليل نعم نعم أو بالتحليل أيضا يعني كنت تأخذ ستة باثنين لكن لا يمكنك الاستفادة منها لأن ليس له أي منهم لهم جذر نعم أو بالتحليل هذا بالتحلي عز الطالب 12 تقسيم 2 6 تقسيم 2 3 تقسيم 3 1 من كل عاملين متشابهين ناخذ 1 إذن جذر 12 العامل الذي أخذناه 2 والذي لم نأخذه تبقى 2 جذر 3 إذن جذر 12 وهو 2 جذر 3 ناقصا 5 بنفس الطريقة عز الطالب جذر 8 ما هو نات الجذر 8 من أين ناتجها عز الطالب كيف تبسيطها نعم أحسنت هي ناتجة من 4 في 2 جذر 4 2 فيتبقى 2 جذر 2 وماكم أنا أستاذ سمح للطالب مثل ما أنت استخدمت ينزلها تماما ممسودة ينزلها كحل كامل وهي الغاية المنشودة أيضا نعم أيضا صحيح الآن عز الطالب الآن أستخدم ترتيئة الخصائص هنا عمليات ضرب وهنا عمليات ضرب ومن ثم أجد ناتج الضرب فقط وألاحظ هل أستطيع جمع هؤلاء 3 في 2 ويساوي أنه 6 جذر 3 هذه ناقص 5 في 2 10 جذر 2 نلاحظ عزيزي الطالب هل أستطيع طرح هذه الأعداد لا أستطيع طرح هذه الأعداد لأن جذور مختلفة لو كانت الجذور متشابهة أستطيع جمع الأعداد والأرقام التي أمام هذه الجذور إذن أستاذ هل يبقى كما هو؟ نعم يبقى كما هو كما هو هذا هو ناتج هذا السؤال الآن عزيزي الطلبة جد ناتج الضرب الأفقي لما يأتي هنا مقدار جبري من حديا سالب 2x ربيع ناقص 8 في مقدار جبري متكون من ثلاثة حدود x تكعيب زائد x ناقص 2 مقدار جبري من حديا في مقدار جبري من ثلاثة حدود وهنا بالحقيقة توجد طريقتان طريقة الضرب الأفقي وطريقة الضرب العامودي مقدار من حدين في حدين أخذنا وكذلك مقدار من حدين في ثلاثة كل منهما مرة أخذناها بالطريقة الأفقية ومرة أخذناها بالطريقة العامودية هنا يطلب مني بالضرب الأفقي عزيزي الطلبة لاحظ عزيزي الطالب الضرب الأفقي هو أضرب كل حد من القوس الأول وأضربه في المقدار الثاني كما موضح لاحظ أعزائي الطالب الحد الأول ضربته سوف أوزعه بعملية ضرب على كل المقدار الجبري من ثلاثة حدود وكذلك العدد الثاني فيكون الناتج أعزائي الطلبة بشكل مباشر سالب 2 في X تكعيب يكون سالب 2X عند الضرب تجمع الأسس X تربيع في X تكعيب عند الضرب تجمع الأسس X الآن سالب في الموجب يكون الناتج سالب سالب 2X تربيع في X يكون لدي السالب 2 هذه سالب 2X تربيع في X عند الضرب تجمع الأسس X تكعيب الآن سالب 2X تربيع في سالب 2 سالب في السالب موجب والثنين في ثنين أربعة والأكس تربيع تبقى كما هي الآن ننتقل إلى السالب الثمانية أيضا نوزعها على المقدار الجبري سالب الثمانية في أكس تكعيب الأكس تكعيب إشارته موجب إذن يكون سالب لأن سالب الثمانية في موجب أكس تكعيب فيكون ثمانية أكس تكعيب سالب الثمانية في موجب أكس يكون سالب ثمانية أكس سالب الثمانية في سالب الثنين سالب السالب موجة بثمانية في ثنين ستعاش ومن ثم نلاحظ هل توجد حدود جبرية متشابهة نعم توجد حدود جبرية متشابهة ولاحظ هذا X تكعيب وهذا X تكعيب أقوم بعملية جمعها وطرحها حسب الإشارات نلاحظ إذن الحد الأول يبقى كما هو لا يوجد حد جبري يشبهه سالب اثنين X تكعيب سالب ثمانية X تكعيب ناتج جمعهم هو سالب عشرة X تكعيب زائد أربع X تربيع وناقص ثمانية X أيضا لا يوجد حد يشبهه زائداً ستعاش هذا هو ناتج بس ستعاش ستعاش نعم ستعاش هذا هو ناتج ضرب مقدار جبري من حدين في مقدار جبري من ثلاثة حدود بطريقة الضرب الأفقي ننتقل إلى سؤال آخر وهو عن المتباينة من الفصل الرابع ستعاش عبدالله نعم وهذا الفرع C من ضمن السؤال الرابع الفصل الرابع نعم السؤال C حل المتباينة التالية في R باستعمال خصائص الجمع وطرح ومثله على مستقيم الأعداد عزي الطالب هذا موضوع المتباينة أخذناه في الصف الأول وكذلك في الصف الثاني بشكل أوسع 3X ناقص 12 أصغر أو يساوي 2X ناقص 6 استفاد من خواص العمليات هنا المتغير موجود بالطرفين لاحظ مع 3X ومع 2X أنا أريد X لوحده في طرف والعدد لوحده في الطرف الآخر حسب خصائص العمليات لاحظ عزي الطالب هنا في البدء أتخلص من السالب 12 سوف أضيفها للطرفين أضيف النظير الجمعي لها لاحظ عزي الطالب ضفت النظير الجمعي للسالب 12 وهو زاد 12 نحذف سالب 12 مع سالب 12 فيتبقى 3X وهنا سالب 6 زاد 12 يساوي 4 لاحظ عزي الطالب سالب زاد 6 عفوا هنا 3X أصغر أو يساوي 2X زاد 6 أجريت خطوات وتخلصت من السالب 12 الآن علي أجعل هذا الـ 2X مع هذا الطرف 3X لأنه يجب أن نعزل المتغير للطرف والعدد للطرف الواحدة أيضا له نظير جمعي 2X النظير الجمعي 2X هو سالب 2X للطرفين لاحظ سوف نطرح ناقص 2X من الطرفين حتى أتخلص من هذه السالب 2 من 2X ناقص 2X صفر ويتبقى العدد وهنا يصبح حدود جبرية متشابه أستطيع جمعها وطرحها فتكون متغير واحد فقط 3X ناقص 2X يتبقى فقط X وبقى فقط 6 إذن ناتج حل هذه المتباينة هو X أصغر أو يساوي 6 هنا يطلب تمثيله على مستقيم الأعداد مرة علينا التمثيل في صف الأول عزيز الطالب الأكس الأصغر أو يساوي 6 هي أعداد حقيقية كل القيم التي هي أصغر من 6 ويساوي 6 أيضا من ضمن مجموعة لاحظ عزيز الطالب هذه هي كل القيم بين هذه الستة هذه الفجوة ظللناها لماذا ظللنا هذه الفجوة؟ لوجود المساواة نحن نقول الأكس أصغر أو يساوي 6 لاحظ طالب أن نظل الفجوة لكي نثبت أنه الستة من ضمن مجموعة الحل وكذلك القيم التي هي أصغر من الستة إلى المالا نهاية من جهة السالب الأكس أصغر أو يساوي 6 هذه هي القيم إلى المالا نهاية من جهة السالب ماذا لدينا؟ هنا سؤال الحوت سؤال الخامس سؤال الخامس فرعي الحوت هو أضخم الحيوانات الحية على الإطلاق بما فيها البرية والبحرية وهو من الحيوانات الثدية وضعت أنثى الحوت أربعة عجول طول اثنين منهما نسبة لطول الأوم هو 1 على 5 وأربعة على 15 متر أكتب مجموع طولي طول العجلين بكسر 20 في البدء أجمع هذان الطولان ومن ثم أجد الناتج بشكل كسر ومن ثم نكتبه بشكل كسر 20 ونلاحظ عزيز الطالب هذا هو جمع هو يقول أجمع النساء بستاذ سمعه أكتب مجموع هذا هو مجموع عددين نسبيين المقامات مختلفة 15 وحدنا المقامات فأصبحت 15 هو المضاعف المشترك الأصغر بين المقامين أجمع البصود 4 زاعد 3 7 على 15 الآن بإجراء القسمة الطويلة أو باستخدام الحاسبة يكون الناتج هو 0.4466 إلى المالة نهاية كسر 20 دوري كيف نكتبه عزيز الطالب هكذا حالة موجود في كتابك عزيز الطالب نلاحظ أن الصفر نكتبه كما هو وهذه البوينت ونكتب الأربعة لأنها غير متكررة هذه الستة نضع فوقها خط لأن هي التي متكررة هي التي متكررة لذلك نضع عليها خط لاحظ عزيز الطالب الصفر يبقى كما هو هذا البوينت الأربعة ليس متكرر الذي تكرره هو نضع عليه خط ونختصر هذا التكرار بشكل ستة وفوقه خط هذا كتبته بشكل عشري كما هو طلبه في السؤال نلاحظ عزيزي الطالب حدد ما إذا كان المثلث بالأضلاع المعطاة هو مثلث قائم الزاوية وتحقق من إجابتك لدي أضلاع ستة ثمانية عشرة هل هذا المثلث قائم الزاوية؟ متى يكون المثلث قائم الزاوية؟ إذا حقق نظرية في ثاغورس وما هي نظرة في ثاغورس؟ مربع الوتر يساوي مجموع مربعي الزلعين القائمين هذا هو عزيز الطالب مربع الوتر يساوي مجموع مربعي الزلعين القائمين إن حقق نظرية في ثاغورس هو مثلث قائم الزاوية ولكن أستاذ كيف نعرف الوتر؟ الوتر هو أطول الأضلاع إن كان هو أضلاع مثلث قاعم الزاوية لاحظة يصطالب ربعت الستة ستة وثلاثين وربعت الاثمانية أربعة وستين وربعت العشرة تربيع مية هذا العشرة تربيع مية هو الظلع الأكبر لهذا المثلث ونجمع الظلعين الباقيين ستة وثلاثين زايد أربعة وستين يساوي مية إذن فعلا هذا حقق نظرية في ثاغارس مربع الوترسة ومجموع مربع عيض العين قائمة إذن الزلث قائم الزاوية هذا هو ما يسمح به الوقت أعزائي طلب إن شاء الله استفدتم من هذه المراجعة العامة عن كل مواضيع الجزء الأول بفصوله الأربعة نشكر تواجد أستاذ عبد الله وتداخلاته وملاحظاته الدقيقة والقيمة شكرا لك أستاذ سمح بارك الله فيك شكرا لكم طلبتنا الأعزاء ولك الخطام شكرا أستاذ عبد الله نعم أعزاء طلبه نشكر كل الكوادر الفنية على جهدهم الطيبة إن شاء الله نلتقي معكم في دروس قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة